بجي عنا لحضراتكم مرة تانية دلوقتي بقى جي معدنا مع الكاتبة اللي من وراني النهاردة في يحكى أن الأستاذة منصورة عايزة الدين زي ما قلت لكم في البداية الحلقة طبعا هتكون مختلفة تماما الأستاذة منصورة كاتبة متميزة جدا جدا وعندها أسلوب خاص جدا في كتابتها وفي اللون اللي بتنفرد بيه طبعا كتبت روايات كتيرة جدا وكمان مجموعات من القصص القصيرة وحصلت عليها جوائز كتيرة جدا عن أعمالها قلتهم لحضراتكم في المقدمة أعمالها ترجمة لغات مختلفة كتيرة النهاردة هنتكلم معها عن روايتها أطلس الخفاء ليه أطلس الخفاء؟ أطلس الخفاء دور الأم الحقيقة فيها كان بارس جدا بالنسبة لبطل الرواية إزاي قدر التعبر عن دور الأم في الرواية؟ إزاي شاف التأثير الأم في حياة البطل؟ والحقيقة إنه واقع الستة أو واقع الستات بشكل عام بيكون مختلف شوية في قصصها هنتكلم أكتر عنهم وهنتكلم أكتر عن احتياجاتهم وهنتكلم أكتر عن أحلامهم من وجهة نظر الكاتبة الأستاذة منصورة عز الدين مساء الخير يا فاني سائل نور حايدة جدا بوجودة معكم مرسي إحنا أسعد ونتكلم شوية عن أطلس الخفاء بشكل عام ومعدين نمتدي نتطرق بقى لدور الأم من خلال الرواية وطبعا كل سنة وحضرتك طيبة وكل سنة وكل أم وكل إمرأة عربية مصرية طيبة تفضل هي الرواية بتركز على بطل هو شخصية مراد في الستينات من عمره وعلى وشك التقاعد وشخصية منعزلة وعيشة جوه يعني نفسها شوية متقوقعة جدا يعني بعيد عن الناس ومهتم هو بأشياء يعني تخصه هو الوحده أنه هو بيكتب بيدون هو شايف أنه هو بيشوف رؤى وبيشوف استبصارات محدش تاني بشوفها وبيبدأ يدون تدوينات عن اللي هو بشوفه لكن معظم هذه الاستبصارات لا علاقة بالماضي بتاعه كأنه بيعيد تشكيل حياته تانية بخياله كأنه بيعمل تعويض الحاجات اللي هو محققهاش بيشوفها في هذه الاستبصارات يعني هو في حياته الحقيقية انتوائي جدا هو حياته بسيطة جدا بس هو عايش حياة تانية في خياله في خياله وبيدونها وبيكتبها ومن خلال هذه التدوينات من خلال الذكريات وكلام الراوي عنه وكلامه هو عن نفسه بنكتشف قد إيه فترة الطفولة مهمة في الشخصية وقد إيه بتأثر وقد إيه بتأثر وفترة الطفولة بالأساس الأم والجدة الجدة اللي هي تعتبر هي أم كمان فبنشوف إزاي هو علاقته متواصلة جدا يعني شخص في 65 سنة 67 سنة ولسه بيأكل الحاجات اللي أمه كانت بتحبها الأكلات اللي أمه كانت بتحبها كأن هذه هي صلة بتربطه بيها بيتذكر نصيحها له وأحيانا النصيح مخلفة ومنقضة لنصيح جدته فبقى محتار هل يسمع النصيحة اللي كانت جدته بتقولها ولا اللي كانت أمه بتقولها فهو شخصية يعني لحد ما غريبة شوية لكن جزئية دور الأم بارز جدا في حياته كلميني بقى شوية عن دور الأم في الرواية مع بطل الرواية وإيه تأثيرها وكانت إيه الحكاية ما بينهما بينها يعني هي الأم بتظهر من خلال هي ما بتظهرش كشخصية واضحة لكن من خلال ذكرياته عنها من خلال الذكريات اللي الروا بتكلم عنها وهي أم يعني بكل التنقضات اللي هي ممكن تبقى حنونة في مواقف أسيا في مواقف زينا كلنا زي كل الأوريهات زي كل البشر يعني وإزاي هي كان دورها مؤثر يعني مثلا حتى من غير قصد الأب بدوره شبه غائب في الرواية يعني الكلام عن الأب قليل جدا لكن التركيز بالأساس عن نساء محيطات بمراد فطفولته وشبابه اللي هو الجدة والأم الحبيبة أخته يعني وأنا بكتب ما كانش ده مقصود بشكل واضح لكن في نهاية الكتابة اكتشفت إن العالم بتاعه كأنه عالم مكون من النساء أو المؤثرات في حياته هن النساء فقط متأثر بهم جدا وهو كان بيقعد مع مامته طول الوقت مع مامته وجدته مامته وجدته يعني فده واضح بس أنا حبيت يبقى التأثير ده بشكل غير مباشر يعني مثلا أنه هو بيحب يأكل نوع معين من الفطائر لأن النوع ده كان هو المفضل لمامته جدته بتقوله مثلا نصيحة معينة خاصة بالتعامل مع الغرباء فهو لما بيقابل غرباء في حياته هو عنده 65 أو 67 سنة بيبقى مرتبك هل يحذر منهم ولا يبقى لطيف معاهم هل يسمع نصيحة جدته ولا مامته يعني وهو كان سوي ولا هو كان فيه أي أمراض يعني الشخصية اللي حديقة بتحكي عليها دي في خيالك واللي كتبتيه طبعا للقارئ أو تقدم للقارئ من خلال الكتاب هل هو كان بطل سوي على المستوى النفسي والعقلي ولا أشارتي إلى خلل معين هو بعض القراء اعتبروه غريب الأطوار جدا بيصل في النهاية إلى درجة ما من عدم يعني من خلل النفسي أنا عن نفسي مش شايفة كده يعني هو شايفة حدرتك ما كنتيش شايفة كده يعني كنت شايفة متأثر به ممكن في لحظات معينة من الوحدة وفي النهاية بيبقى فيه نوع من البرانوية خاصة بطريقة المجتمع والضغوط اللي عليه أنه هو حاسس أنه هو طول الوقت ما بسوص له أنه هو غريب ومغاير للتوقعات مخالف للتوقعات وعنده إحساس أنه هو مترائب يعني دي طبيعة حياته لكن أنا رؤيتي للجنون يعني مش كده يعني يمكن الجنون أحيانا إحنا بنحب نوصف أي حاجة هي خارجة عن المألوف وعن المتوقع بالنهاية جنون وأحيانا ده بيكون استسهال أحيانا بيكون رغبة في الإقصاء يعني نحن عاملين نمط محدد للشخصية بنتوقع أن هذه هي الشخصية الوحيدة الطبيعية فأي حد بيبقى مخالف ومغاير ممكن بنقول أنه هو مثلا مجنون أو غريب الأطوار يعني أنا كنت متعطفة معي تعطفتي معي حبيتي العلاقة اللي ما بين البطل والأم ولا حسيتي أنه أحيانا وده برضو هينقيني لسؤال تاني سؤال عام شوية يمكن برى الرواية أنه أحيانا الأم لما بتكون متدخلة بزيادة في التفاصيل بتمحي شخصية الولد أو بتمحي شخصية الطفل هقولك الكاتب وهو بيكتب أحيانا بيتعلم من الشخصية اللي هو بيكتب عنها بيتعلم حاجات جديدة من اللي هو بيكتبه يمكن هو ده إضافة إلى روايات تانية ليا بدأت تقدرك أهمية دور الأم واختورة دور الأم بمعنى أن في الطفولة شخصية الطفل بتتشكل في فترة أو الشخص مننا شخصيته الأساسية بتتشكل في فترة الطفولة فممكن قصوة مبالغ فيها في موقف معين تفضل موجودة في ذاكرة الطفل وتؤثر على حياته يعني لحده للوفاة في غمره كله وممكن فرط في الدلع وممكن فرط في الاهتمام يؤدي برضو إلى شخصية اعتمادية شخصية ما تقدرش تواجه المجتمع فأحيانا التدخل الزيادة هو ده اللي أنا كنت بقول لحضرتك عليه يعني أن دور الأمة قد إيه بيكون مهم إذا قاست قوي هتوجع وإذا دلعت قوي هتبوز برضو لأنه الولد بيبقى مش معتمد على نفسه الزيادة فقد إيه هي يعني دورها مهم جدا ولكن حساس قوي وأنا بكتب حساسي لولد وأحيانا البنت يمكن البنت اللي بيؤثر أكتر دور الأب أيوة بالزبط يحتاج درجة حنان معينة وتفاهم معين من الأب والعاكس صحيح لما بتفتقد الأب بتفتقد مشاعر وحساس كتير جدا بتدور على تعويض وصعب تلاقي التعويض بالزبط وممكن ده بيخليها تفشل في علاقاتها العاطفية في زواجها لأنها بتبقى متوقعة من شوق وأحيانا اختيراتها بتكون غلط بشكل كبير جدا لأنها بتدور على الأب في العلاقة توقعاتها بتبقى أحيانا أكبر من الزوج أو الحبيب ممكن يلبيه لأن في النهاية دي مش علاقة أب وبنت وابنة يعني كل علاقة بين بشر بتختلف في طبيعتها الأطفال بطبيعتهم بيحبوا جدتهم قوي يعني الجدة دي بالنسبة لهم خط أحمر أي حاجة بيتطلب بتعملها الجدة أكتر وقت بيتدلع فيه بيتدلع من الجدة طبعا يعني حب ما يتوصفش برضو الحب الحفيد وحب الإبن للجدة أو الطفل للجدة صحيح كلميني شوية عن النقطة دي وكنت حب علاقة البطل بالجد أكتر ولا كنت حب علاقة البطل بالأمة أكتر لا أنا كنت حب علاقة البطل بالجد أكتر بالجد أكتر هي أقرب اللي هي المعلم لأنها كمان كانت هي اللي بتعلمه في البداية القراءة والكتابة وهي كانت شخصية قوية ومحفزة قرآن يعني أنا كنت حب شخصيتها كنت حب العلاقة دي والشكل ده من العلاقة صحيح حتى هي في الفترة الأخيرة من حياتها لما بدأت يبقى فيه خرف الشيخوخة وعدم التركيز وناسية معظم تفاصيل حياتها كانت بتفكره هو يعني بتتذكر المراد يعني يا حبيبتي فالعلاقة دي بتبقى علاقة خاصة جدا جدا ونبتتوصفش يعني زي ما بنقول كده برضو عاز الولد والد والد يعني مش فهمنها لسه العلاقة دي خالص طب نتكلم بقى شوية عن الكتاب الغلاف اخترتيه إزاي خد منك وقت قد إيه في اختياره ليه اخترتي الشكل ده احنا كنا بنعرضه من شوية ونشوفه تاني مع حضرتك والله هو الغلاف اختصاص دار النشر وهو الأغلفة لبتتدخليش خالص في اختياراته أطلس الخفاء لا هو الفنان اللي عامل الغلاف الفنان عمر القفراوي هو اللي عامل قبل كده بساتين البصرة وانا الحقيقة يعني حسن محظوظة بالغلافين يعني بتسقي في اختياراته وتسقي في أراءه جدا حقيقي وفي اختيارات دار النشر لان كمان بتبقى معبرة عن الرواية يعني تحسي ان المصمم ارى الرواية وعمل غلاف صمم غلاف من من جوهر رواية من الجوهر بتاع الرواية فانا ببقى سعيدة يعني جميل جميل الكاتبة المرأة او الكاتبة لما بتعبر عن المرأة بتكون حسة أكتر يمكن بتكون شايفة أكتر بتكون يمكن قادرة تلمس نقط يمكن الرواية طبعا فيه كتاب كتير أبدعوا في الكتابات عن المرأة ولكن الست لما بتكتب عن الست الموضوع أكيد بيبقى مختلف زي كده المخرجة لما بتعمل فيلم عن المرأة وعن السيدات أكيد بيبقى فيه توتش نسائي مختلف مختلف ما اعتقدش أن الراجل ممكن يعرف يحس بيه آآ يعني صحيح حضرتك كتبتي روايات كتيرة وكتبتي كلام كتير عن المرأة أقربهم لقلبك وأكترهم فيهم تعبير عن مشاكل المرأة حاسة أنك لمستي بيه منطقة ما كانتش موجودة قبل كده هي أكتر رواياتي تعبيرا عن أوضاع المرأة وخاصة في مجتمع محافظ زي الريف مثلا هي رواية وراء الفردوس صدر 2009 وكانت في القائمة القصيرة لجيزة البوكر العربية 2010 ومترجمة للغة الإيطالية واللغة الألمانية الرواية دي بتتناول أوضاع النساء في مجتمع مغلق وإزاي بيبقى أحيانا فيه نعدام عدالة في التعامل يعني بين البنت الفرق بين البنت وأخوها طبعا يعني طريق التعامل وإزاي دور المرأة ممكن يبقى كان يبقى في قاهر نساء أخريات يعني في الرواية الجدة وده يعني ليه علاقة بدور الجدة أيضا كانت هي المسيطرة هي الكبيرة هي بالزبط وهي الحريصة على ترسيخ القيم الزكورية الموجودة يعني أكتر من الرجال نفسهم طبعا فده يعني ده موجود في المجتمع الحقيقي يعني فالرواية دي أنا بحس إن هي معبرة عن أوضاع المرأة والمشاكل اللي كانت بتواجهها في مناطق معينة يعني هو فيه أكتر من شخصية شخصيات مختلفة وكل شخصية لها معاناتها الخاصة وأزماتها الخاصة فأنا حاس أن هي الأكتر التصاقا بفكرة قضية المرأة في جبل الزمرد لكن جبل الزمرد تناول المرأة فيها مختلف إزاي بقى تناولتي إزاي أستاذة منصورة يعني هي حسيت في جبل الزمرد هي المرأة هي أساس العالم يعني هي رواية بتشتبك مع ألف ليلة وليلة من خلال البحث عن قصة مفقودة من ألف ليلة وليلة كل المؤثرات في الرواية نساء يعني الرواية هي امرأة واللي هي الكهنة اللي المفروض تعيد الحكاية وتعيد التوازن إلى العالم هي امرأة كأن في نوع من تأنيث العالم يعني فكرة أن النساء هن الأساسيات في هذه الرواية كل شيء كأننا أمام مقلوب للعالم المرأة هي الأساسي وهي أي مجتمع أنثوي بزي ما بنقول مجتمع ذكوري فهو مجتمع أنثوي يعني المرأة هي المسيطارة أكتر في تأنيث للعالم يعني الأميرة الموجودة هي البطلة زمرودة هي امرأة الكاهنة هي البستان البحر نحن نروح العالم ده جميل إيه أكتر مشاكل المرأة أستاذة منصورة الشيء لهمها فيها وحس أنك دورك من خلال عملك عليه مسئولية في أنك تحاولي على قد ما تقدر يتساعديها في أنها تتخلص من المشكلة دي يعني أنا أظن أن أهم شيء ممكن بنمنحه أو الشخص بيقدر ياخده لنفسه وفكرة الحرية الاختيار الحق في الاختيار في أحيان كثير وفي بيئات كثير المرأة بتبقى محرومة من الحق في الاختيار أنها تقرر يعني ممكن يبقى فيه شخصية مؤهلة ممكن تحقق الكثير جدا لكن نتيجة أنها مولودة امرأة في مجتمع معين ومحافظ ممكن تمنع من العمل ممكن تمنع من الخروج ممكن تعليم ممكن يفرض عليها جواز يفرض عليها حاجة كثيرة جدا وأحيان كثير المجتمع ككل هو الخسران لأن تخيالي كم المواهب التي كانت ممكن تبقى موجودة والتي بنتحرم منها نتيجة هذه الأوضاع يعني بتحس على الأقل أن كل إنسان يبقى له الفرصة أنه يختار له الفرصة أنه يختبر قدراته أنه يجرب الاستقلال يعني فالحق في الاختيار ده مهم جدا يعني كمان عشان تعرف تختار كمان لازم يكون عندها قدر من الوعي عشان تقدر تختار مصبوط أما أنت لو هتحرمها من تعليم لو هتحرمها من تعليم لو هتبقى أنت بتختاري لها كل شيء فمش هيحصل الاستقلالية ولا النمو يعني مثلا في بعض الأماكن في الصعيد وفي الريف مثلا علشان البنت يبقى مسموح لها أن هي تواصل تعليمها المراحل العليا لازم تبقى مميزة جدا لازم تبقى هي متفوقة جدا في حين أن الولد حتى لو مش متفوقة بيبقى وراءه ودفعينه فمش طبيعي أن الحق في المواصلة التعليم والاختيار والنيات تبقى مستقلة وشخصية لها كيانها أنها لازم تبقى يعني كاملة لأن ده مش عادل يعني صحيح وكمال لله وحده يعني خلينا نقول أنه إحنا في عصر المرأة رفع رأسها المرأة واخد حقها خلينا نقول أنه الصعيد اللي إحنا كنا زمان بنتكلم عن قد إيه المرأة هناك مقهورة ومظلومة النهاردة البنات في الصعيد بيتعلموا وبيخطلوا جماعات ومشاريع النسائية كتيرة جدا 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 وفي أماكن كتيرة جدا الحقيقة أنه المرأة دلوقتي بقى ليها رأي وبقى ليها صوت وفي أماكن ما كانش ينفع تقدر أن هي ترفع صوتها ولا تقول أنا محتاجة ولا أنا عايزة بس لازم يبقى في دعم أكتر طبعا لازم طول الوقت كل ما تعلمت أكتر الست وكل ما فهمت وكل ما وعيها زيت كل ما هي هتطور نفسها بنفسها وكمان يعني بنلاقي الإعلام الصحافة أحيانا يعني في بعض الحوادث اللي هي تخص سيدات أو بنات طبعا فبتحس أن في نوع من التحيز حتى لو مش معلن يعني لما تكون بتلاحظي مثلا فيه جرائب معينة يبقى الشخص هو المتورط هو رجل فتلاقيت إخفاء للوجه ممكن في حدثة مال بنت تبقى هي الضحية وتلاقى الوجه للتفاصيل فبحس أن فيه يعني درجة من التحيز لي قدر من التمييز أو التحيز حتى غير الواعي أحيانا اللي هو الموروث طيب خلينا نطلع لفاصل ونرجع نستكمل كلامنا مع حضرتك أستاذة منصورة نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا معكم تفضل رجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسه منورانا نهاردة في الحلقة الكاتبة لأستاذة منصورة عايز الدين منتكلم عن روايتها أطلس الخفاء والحقيقة احنا اخترنا رواية دي تحديدا لأن دور الأم والجدة زي ما كنا بنشرح في بداية الحلقة مهم جدا في حياة البطل البطل كان اسمه مراد صح كده؟ طيب مين تاني غير مراد كان مهم في الرواية يعني مين تاني غير بطل الحكاية كان مهم في الرواية وفي تسلسل للرواية الأم والجدة زي ما قلت وفي تول حبيبة وردة حبيبة أيام الشباب واخته وليلة فهو بتكلم دلوقتي ده الموضوع نسائي بحث يعني هو مراد تقريبا هو مراد نسائي أه أه المراد بس البطل يعني أو المذكر الوحيد اللي موجود في الرواية يعني فيه هامشيين أو اللي هو بتعامل معاهم في الشغلة أو بيشوفهم لكن الأبطال الأساسين هو الرجل الوحيد الأم والجدة كانوا بيتفقوا على نفس الرأي ولا الأم والجدة كانوا مختلفين بيختلفوا أحيانا وده يمكن هو لما بفتكر أن الجديته بتنصحه بشيء ومامته بتنصحه بشيء يتلخبط الحقيقة أنه فيه نقطة حضرتك ذكرتها في رواية من رواياتك وهي فكرة أنه المرأة أو فكرة كانت ساكت وقتها الجدة بتحارب البنات أو بتدافع عن قانون قوانين ذكورية جدا وده هيوديني لسؤال تاني أنه أحيانا المرأة بتبقى عدوية نفسها يعني أحيانا بتلاقي ست بتحارب ست أحيانا تلاقي ست بتنتقد ست أحيانا تلاقي أنه الست بتدعم الرجل أكتر من الست وده بيستوقفني لأنه يعني المفروض أنه إحنا ندعم بعض ومش المفروض أنه إحنا يعني طبعا إحنا مش المفروض أنه إحنا نتوجه ضد الرجالة أو نحنا نكون ضدهم خالص ده ملوش علاقة بأي حاجة بس كمان إحنا المفروض ندعم بعض نقطة نظام في الحكاية دي تحكي لي كده إزاي ممكن ده يحصل ورأيك إيه عن الموضوع ده أنا شايفة إن الأساس يعني المفروض العلاقة الطبيعية والعلاقة الصحية أنا ما يبقاش فيه هذا النوع من التصارع الصراع بين الرجل والمرأة ولا بين النساء والنساء والرجال والرجال بس خطير جدا التصارع لما بين النساء والنساء هو نتيجة ترسيخ القيم اللي هي مميزة للنساء فأحيان كتير بعض النساء بيقولوا لا إحنا مش زي الستات الباقية إن إحنا مختلفين ويبدأوا هما يهجموا السيدات كأن فكرة يعني بيبقى كأنها لنيل الرضا يعني الأفقار المهيمينة يعني إن هي بتبقى أقرب للأفقار المهيمينة في المجتمع يعني فأحيانا بتبقى الوسيلة أن هي التنكر لنفس جنسها لكن أنا شايفة أن الأساس هو إيجاد نوع من الاتزان في العلاقات يعني نوع من العدالة والعدالة هتبقى في مصلحة الرجال وفي مصلحة النساء يعني مش هي بش بس لصالح النساء كلميني شوية عن أحلام مراد مراد قدر يحقق أحلامه ولا مقدرش يحقق أحلامه هو مراد كأنه عايش في واقع بديل يعني أحلامه هو شخص بسيط جدا بيشتغل في وظيفة بسيطة في حياة يكاد لا يكون فيها أحداث يعني حياة بسيطة جدا وهو فقد كتير من الحاجات يعني هو أو مش فقدها هو يعتبر تخلى عنها يعني حبيبته في الشباب مامته وجدته رفضوا أنه يتجوزها فهو وفق يعني خضع لكلامهم وبيعيش بالندم ده يعني هو بيفتكر حبيبته يعني هو وفق بعد السنين هو اتجوز وبعدين طلق وكان نسيها لكن في الفترة الأخيرة في حياته بدأ يستعيد أشباح الماضي ومنهم فضور الحبيب جنيات النيل ايه جنيات النيل مين هما جنيات النيل ده كان بيشوفهم البطل يعني ايه هو هقولك هو في كل نهر أو كل مكان بيبقى ليه الخرافات والغيبيات بتاعته ايه فنهر النيل من يعني مرتبط بغيبيات وأفقار وحكايات شعبية اه زي نداها كده وزي حاجات كتير أطربنا عليها بالزبط يعني مثلا وفرجل المسلوخ اه يمكن الأفقار دي مش موجودة أو دلوقتي لكن مثلا لحد الثمانينات والسبعينات كان فكرة ان فيه جنيات النيل ان النيل مسكون بجنيات ايه فهي أفقار غيبية ايه واكتشفت ان كل أنهار العالم فيها أساطير مشابه يعني يمكن كنت لسه بقرأ رواية مؤخرا بتدور حوالي نهر في انجلترا فجأت ان هناك برضو عندهم إيمان ان فيه جنيات في الأنهار فهي الفكرة في الفن انك بتغذي هذه التفاصيل والأساطير وبتغذي لي منها تفاصيل فنية يعني لأنها جزء من قناعات الناس انت بيشتشو فيها ازاي ممكن الاستفادة منها فنيا يعني فده موجود في الريف يعني وأظن موجود في السودان يعني فيه أساطير خاصة بتربط كل حوض النيل كل دول حوض النيل انهار كأنه شخصية حية ايه ايه كلميني شواء عن المشاكل اللي وجهها البطل طبيعة المشاكل أستاذة منصورة اللي كنت حابة تلقي عليها الدوق من خلال مراد بطل روايتك والله هو الأساس هو مراد منعزل أنا فجأت بعد صدور الرواية لبعض ان القراء بيعتبروا العزلة مرض يعني كأن العزلة هي شيء مرض نفسي ما في حين ان العزلة في النهاية بتبقى اختيار يعني بعض الأشخاص بيبقوا هما طبعتهم ان هما انطوائيين ومش بيحبوا يبقوا موجودين وأحيانا من كتر اللي شفوه من الناس بيفضلوا يعودوا لوحدهم وأحيانا تانية بيبقوا هما خجولين أو ان هما بيبقوا مرتاحين أكتر في الوحدة مرتاحين ان هما بعيد عن الزحام فأنا ما بشوفش ان ده يعني مرض أو مشكلة يعني لكن مرادكة شخصية هو يعني عارفة مش باصص لنفسه قضحية بالعكس هو شايف انه هو شخص يعني مميز انه بيشوف أشياء محدش غيره بيشوفها ان هذه التخيلات وهذه التجليات هو شايف نفسه كشخص يعني مميز عن الآخرين يعني مختار زي ما هو بيقول من المختارين القلة المختارة ان هي بتشوف حاجات أبعد من البشر العاديين بيشوفوها يعني وفي الآخر العلاقة انتهت بايه يعني علاقته بأمه وجدته حصل فيها ايه لا يعني فكرة انه دلوقتي بتكلم في أواخر حياته فالأم غير موجودة والجدة غير موجودة هما كظلال او كمجرد ذكريات يعني الجدة متوفية والأم متوفية وهو بيفتكرهم بس بيفتكر يعني بعض اللحظات المؤثرة في علاقته بيهم يعني يمكن الجدة هي والأم راح لتعادي لكن الجدة هي وصيبت بخارة في الشيخوخة في نهاية حياتها وكانوا بيبصوا لها ان هي شخصية مجنونة يعني فهو بيفتكر ده يعني بيفتكر التفاصيل الخاصة بنهايتها ايه اكتر المواضيع اللي اتهمك ككاتبة انك تتكلمي فيها عن المرأة ولو اتكلمنا تحديدا عن الام تزامونا مع عيد الام انا لما بكتب عن الام بحاول اكتب عن الام بشكل واقعي بعيد عن التمجيد لان الادب دوره مش ان هو بس يعني ان هو يتكلم او يمدح لا بالعكس احيانا الادب بيبقى دوره ان هو بيشوف الحاجات الغريبة في فكرة الامومة نفسها يعني ممكن وده فهر بين الاحيان كتير لما الرجالة بيكتبوا عن الام والسيدات بيكتبوا عن الام هاد دايما في معظم الكتابات الرجالة الام هي الكائن المضحي لغريزة الامومة هي غريزة يعني موروسة والحنان الرهيب جدا والام يعني يا اما ملاك او بيبقى فكرة المرأة يا ملاك يا اما شيطان مثلا النساء لما بدأوا يكتبوا بدأوا يكتبوا في شكل واقعي يعني فكرة ان الام اللي ممكن تبقى كارها الامومة الام اللي ممكن تصاب باكتئاب ما بعد الولادة يعني عارفة من واقع التجارب من واقع فكرة المعايشة نفسها الام بابعادها المختلفة يعني حتى ممكن الام الاسية يعني ممكن اكتبوا عن قصوة الام فانا من كده مش بقولوا ان الام هاد قصيات انا بتكلم عن شخصية محددة عن ظهرة عن حالة شخصية طبعا لكن من خلال قصوة الام وازاي يعني ده في رواية اخيلات الظل العلاقة بالام والاب العلاقة البطلة بالام والاب علاقة مرتبكة جدا وازاي برضو هو ده اثر على الشخصية البطلة يعني وهي كامرأة نضجة فمن خلال الكلام عن الاسوأ احنا بنشوف الحنان بنشوف المضاد القصوة ده المفروض يبقى الشخصية مختلفة وشخصية اقوى لو في حنان لو في احتضان ليها فانا بحب اكتب عن الجوانب اللي هي شوية حقيقية اكتب ومعقدة اللي فيها تركيب يعني شوية وعلى فكرة محدش يارف يكتب عن النقط دي او الحتة المعقدة دي غير ست فيما يخص تجربة المرأة يعني حيانا ممكن الكاتب يكتب من علاقته بامه لكن المرأة كمان بتشوف فكرة الام نفسها اه تجربة الامومة حسيس الامومة نفسها وتجربة الامومة دي صعب جدا ان كاتب يحس بيها لان هو عمره ما هيحس بيها لو يا كمان فكرة الامومة مش بس هي العلاقة بالابناء يا كمان في تغيرات البيولوجية اللي بتحصل للام فكرة الحمل الولادة الالم يعني عارفة يعني هي منظومة كاملة طبعا طبعا بتفكري في ايه في اللي جاي وايه الجديد اللي بتفكري فيه والله يعني وانا مش بحب بقى اكلم عن الكتب اللي لسه بكتبها بس حاليا مشغولة بفكرة كتاب غير رواي يعني انا كتبت قبل كده رواي كتاب أدب رحلات وفاز بجائزة ابن بطوطة في أدب الرحلة لكن فيه كتاب تاني بكتبه اتمنى ان هو يبقى اضافة يعني بيقدمني بصورة مختلفة بعيدة عن الروايات هو كتاب نون فيكشن يعني بس لسه في بدايات لسه في البدايات انا بشكركوا سيدة منصورة انا بشكرك جدا سعيدة جدا بلقائك كل سنة وحضرتك طيبة وحضرتك طيبة مرسي بشكر دفتنا طبعا لنوارتنا النهاردة الكاتبة المتميزة الأسيادة منصورة عايز الدين والتي تكلمنا معاها عن رواياتها أطلس الخفاء كل سنة وكل أم طيبة كل سنة وكل أم سند لنفسها والبيتها والأهلها ولكل الناس اللي حواليها كل سنة وكل أمهات العالم بخير يا رب وطيبين كان معاكم رانيا السيد شكرا